السلام عليكم ايه رأيكم بقى ان احنا نعمل مع بعض كده سناك صحي وطعمه جميل جدا بمكونين اتنين بس فري جلوتين يعني من غير دقيق ولا شوفان المكونين دول متوفرين في كل بيت من شوية حمص وكمان بيضة واحدة هنعمل الكمية دي كلها طعمه جميل جدا وصحي مشبع جدا لانه هو غانب الالياف وكمان غانب البروتين مناسب للضيت العادي وكمان مناسب لمرضى السكري وحساسية الجلوتين وحساسية الالبان يلا بينا نشوف طريقة العمل زي ما قلت في اول الفيديو انا هعمله بمكونين اتنين بس وهم اللي قدامنا دول هنحتاج في الوصفة كوب ونص عياري من الحمص ده حمص مسلوق بالمية بس بننقعه لمدة ليلة في مية وبعد كده بنغير المية بتاعته ونسلوقه في المية بس وناخد منه بعد السلق كوب ونص بالاكواب العيارية بعد كده هنحط بقى دلوقتي الحمص كوب ونص بالاكواب العيارية من الحمص المسلوق هنحطه في الكبة وهنضيف عليهم بيضة واحدة صغيرة بيضة صغيرة مش كبيرة وبعد ما حطتهم في الكبة بالشكل ده كده هنضيف عليهم بقى دلوقتي شوية بسيط كده من الملح وكمان شوية بسيط من الكمون اللي الناس لما عندهاش كبة ممكن تعمله في الخلاط بس هياخد منه شوية وقت او لو عندكو هند بلندر هيكون افضل برضو اه لكن انا هعمله في الكبة بعد كده حطيت عليه رشة ملح وكمان رشة من الكمون وعلشان ما نحسش بدعم البيض او الزفارة بتاعت البيض فانا احط دلوقتي تقريبا كده معلقة صغيرة من الخل الابيض لو عايزين تحطه خل التفحض وزي ما انتوا عايزين بعد كده اشغل الكبة وابدأ ان انا افرم الحمص مع البيضة والملح والكمون والخل لغاية لما يتفرم معانا ناعم قوي ودي اهم خطوة علشان يبقى سهل معانا ان احنا نشكله طبعا كل شوية بنفتح الكبة ونجيب اللي على الاطراف كده ونرجع تاني نشغلها لغاية لما يتطحن معانا بالقوام اللي هنشوفه دلوقتي وخلاص كده بعد ما طحنت الحمص ناعم بالشكل ده بيكون جاهز معانا بقى دلوقتي وهو ده القوام المطلوب ان هو يكون مطحون ناعم قوي كده بالشكل ده يلا بينا بقى نشكل دلوقتي السناك اللي احنا نعمله مع بعض او الاصابع المجبعة اللي احنا نعملها مع بعض هنجيب بقى دلوقتي كباية كبيرة كده علشان اسبت فيها الكيس ياما تستعملوا كيس تلاجة او كيس حلواني المتاح عندك او ممكن تشكلوه بقى باي طريقة انتو عايزنها انا حب ان انا اعمله على شكل صوابع كده لو ما فيش الخطوة دي مش متاحة عندكم ممكن انتو تفردوه في صينية كبيرة وبعد كده تدخلو الفرن وتقطعوه على شكل مربعات او زي ما تحبوا بقى لكن انا بصراحة حب ان انا اعمله على شكل صوابع كده علشان يدينا كمية كبيرة فجبت بقى دلوقتي كيس حلواني وسبتو كده في كباية كبيرة او مج وبعد كده حطيت الخليط بيكون معانا القوام بالشكل ده ناعم اوي كده زي البيوري هجيب بقى دلوقتي مقص كده وهبدأ اشيل الجزء اللي فوق كده علشان نبدأ نجهز الاصابع بتاعتنا يعني شلت يعني جزء كبير كده من فوق علشان يكون الاصابع ما تكونش رفيع قوي وبعد كده جبت صنية او اي حاجة بقى عندكم تدخل الفرن وحطيت عليها ورقة زبدة لازم نستعمل ورقة زبدة يكون نوع كويس علشان لما نيجي نطلع منه الاصناك كده او اصابع الحمص تكون طلع معانا بسهولة متلزقش فيه وهبدأ بقى دلوقتي اشكله بالطريقة دي كده طبعا اشكله بقى زي ما انتوا عايزينه او بالحجم اللي انتوا عايزينه كمان طبعا انا مش هسيب ما بينه مسافات كبيرة لان انا محطتش ولا بيكينج باودر ولا خميرة ولا اي حاجة فحجمه مش هيتضاعف معانا فبنسيف مسافات بسيطة كده وهبدأ بقى دلوقتي اشكله بالطريقة دي كده وبقرر تاني لو مش عايزين تعملوه بالطريقة دي وعايزين حاجة اسرع ممكن تفردوه في صنية كده تدخل الفرن وبعد كده تقطعوه وتستمتوه بيبقى زي ما انتوا عايزين لكن انا هعمله بالطريقة دي وعلى فكرة ما اخدش وقت ابدا وهنا خلاص انا خلصت الكمية كلها بصراحة ما اخدش وقت خالص كده وسهل وسريع التحذير ممكن نكتفي لغاية المرحلة دي او نزينه تزيين بسيط زي ما تحبه انا بصراحة دايما بحب كده المعجنات او المخبوزات تكون عليها سمسة محبة البركة الخطوة دي اختياري ممكن ما تحطهوش حتى انا في حساب السعرات الحرارية مش هحسب السمسة محبة البركة لان اكيد في ناس هتعبلوا سادة فانا هجيب بقى دلوقتي شوية بسيط كده من السمسم وطبعا بنستعمل سمسم غير متحمص لانه هو هيتحمص بالفرن وابدأ احط عليه من فوق كده شوية بسيط من السمسم وبعد كده هرجع تاني احط شوية بسيط من حبة البركة الخطوة دي اختياري بقرر تاني ممكن تزينه باي حاجة انتو عايزنا حتى كمان ممكن تحطه على الوش كده شوية من الكمون او الينسون هيبقى طعمه خطير زي ما تحبه بقى بعد ما حطيت شوية من السمسم رجعت تاني حطيت شوية كده من حبة البركة ونضغط بالراحة كده بصوبانا علشان يثبت عليه من فوق شوية وبعد كده طبعا في الوقت ده انا بكون مش اغلل فرن علشان يكون سخن معانا قبل ما ندخل السناك هناخد بقى دلوقتي اصابع الحمص او السناك وندخلوا الفرن بيدخل على فرن السخن على درجة حرارة 180 في الرف السفلي من الفرن يعني اول رف في الفرن وانا بستعمل فرن غاز بيدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف السفلي من الفرن بيقعد بالزبط 25 دقيقة او لغاية لما يتحمر من تحته من الاطراف كده بعد كده بنرفعه فوق ونشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعه وبيكون معانا بالشكل ده ده شكله معانا بعد ما طلع من الفرن متحمر وجميل جدا شايفين ما شاء الله متماسك وان شاء الله طعمه هيعجبك اوي بجد طعمه لزيز جدا وانا قدمته بطريقة بسيطة كده شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا ودانة كمية كتير ناخده كده مع كبات شاي الصبح وحتة لبنة او جبنة كده وبجد طعمه حلو اوي اوي مشبع لو عايزين تاخدوك في وقبة الفطار او كمان تاخدوك اسناك كده لان صاراته الحرارية قليلة اوي شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا ويفتح النفس لو عايزين تخلوه مقرمش سبوه في الفرن كده وبعد كده هو هينشف ويقرمش اوي لو عايزينه يبقى الطريح يحطوه في التلاج وزي ما تحبه يلا بينا بقى دلوقتي نقول الصعرات الحرارية للوصفة بتاعتنا الصعرات الحرارية بجد مفاجئة انا اقولك الصعرات الحرارية للحمص مع البيضة بس مش هنقول بقى السمسو محبة البرقة لان اكيد في ناس هتعملها سادة القطع الوحدة اللي انا مسكها في اي دي دي سعراتها 13 صعر حراري بس الكمية كلها سعراتها 458 صعر عملنا 33 قطع هتكون القطع الوحدة سعراتها 13 صعر حراري يعني ناكل منه زي ما احنا عايزين ما فيش اي مشكلة طعمه جميل جدا وصحي مناسب للضايت العادي والمرض السكري وحساسية الجلوتين وحساسية القلب ما تنسوش تعملوا لايك وشارل الفيديو وبالفة هانا واعفي